ازايكوا عاملين ايه؟ رب تكونوا بألف خير دلوقتي وكالعادة هنشوف مع بعض فيديو جديد ومميز هنشوف من خلال الفيديو ده مجموعة متميزة جدا وحديسة من الأدوات المنزلية والأفكار والحيل والمنظمات والاختراعات اللي بتساعدنا على ترتيب وتنظيم البيت والمطبخ واللي بتوفر علينا الوقت والجهد وكمان بتساعدنا على استغلال المساحات الصغيرة سواء في التلاجة أو في المطبخ أو في البيت عموما وطبعا في نهاية الفيديو ده كالعادة هقولك على الطرق اللي تقدري من خلالها تجيبي كل الأدوات اللي انت محتاجاها ولو لسه ما اشتركتيش في قناتي اتمنى انك تدعميني وتعملي اشتراك للقناة وياريت كمان تفعلي جرس الإشعارات للكل عشان يوصل لك إشعار بكل فيديو جديد ويومي بينزل على القناة ان شاء الله ويلا بينا بقى دلوقتي نبتدي الفيديو بتاعنا مع بعض ونشوف مع بعض الأدوات اللي هتتعرض معنا في الفيديو ده وازي ان احنا نقدر نستخدمها ونستفيد منها بعد كده عمدنا المصفى اللي تقدري تتحكمي في حجمها بحيث انها تتناسب مع حجم الحود عندك وبعد كده تقدر ان انت تصفي عليها الخضور او الفكهة او الموعين وطبعا المصفى دي بتكون مصنوعة من الفلاز المقاوم للصدا بعد كده تعالي نشوف مع بعض عندنا مجموعة من الكتعة السيليكون اللي هي تعتبر أخطية للأطباء وطبعا هي بتيجي بأحجام مختلفة بحيث انها تتناسب مع حجم مختلف الأطباء او الكوبايات او المنظمات اللي عندك وغير كده هي بتساعدك على حفظ الحرارة وكمان بتمنع ان الحاجة اللي انت يمنظمها في الطبق او المنظم ده متقعش منه هنا بقى هنشوف عندنا أداة بتساعدنا على كسر البرشام لنص او لربع بكل سهولة على حسب وصف الدكتور طبعا بعد كده هنا معينا الجهاز اللي بيساعدك ان انت تعملي مختلف الأكلات على البخار زي ان انت تقدري من خلاله تسلق البيض او اي حاجة تانية انت عاوزيها دلوقتي هنشوف عندنا منظم المنازيل ده تقدر ان انت تثبتيه عندك في الصالة وتنظم عليه رمود التلفزيون او رمود المكيف وهنا بقى هنشوف عندنا القطع البلاستيك اللي تقدر ان انت تثبتي عليها جوتيون الحلل او المعالي اللي انت بتستردميها وانت بتطبخي وهي طبعا بتساعدك ان انت تحافظي على الرخامة عندك ان هي تفضل نضيفة وان المطبخ يفضل منظم ومرتب وهنا هنشوف مع بعض عندنا السلكة اللي بيجي متوفر فيها جزء مخصص تقدر ان انت تدفيله سائل التنظيف وبعد كده هتقدر من خلالها تنظفي كل الموعين اللي بتبقى موجودة عندك بكل سهولة من غير ما تجرح ايديكي وهنا هنشوف مع بعض عندنا رف تقدر ان انت تثبتي على الجدار بكل سهولة وبعد كده هتقدر ان انت تنظم عليه الشماعات او المشابك بعد كده هنشوف مع بعض عندنا صندوق لتنظيم التوابل والصندوق ده طبعا بيجي متقسم لاربع خنات بالشكل ده تقدر ان انت تنظم فيه الملح او الفلفل او مختلف انواع التوابل اللي بتستخدميها والصندوق ده طبعا بيكون مكوم للرطوبة وبيحفظ لك اي حاجة او اي توابل انت بتستخدميها فيه وهنا هنشوف مع بعض عندنا الفرشة الدقيقة جدا اللي بتساعدك ان انت تنظفي كل القطع او كل الحاجات اللي بتبقى عندك حجمها صغير او بيبقى فيها زوايا صغيرة بيبقى صعبة عليك تنظفها فتقدر من خلال الفرشة دي تنظفي كل ده من غير اي صعوبة في تنظيف اي حاجة موجودة عندك من لوازم المطبخ بعد كده هنشوف مع بعض عندنا اداة تنظيف كرسي الحمام وهي بتساعدك انك تنظفي كرسي الحمام بكل سهولة والاداة دي بيجي معاها مجموعة من الكطع الاسترنجية اللي بيبقى فيها مد التنظيف بتساعدك ان انت تنظفي وتعقمي كرسي الحمام وهي طبعا بتديكي افضل نتائج التنظيف اللي انت بتكوني محتاجاها وغير كده بيجي معاها حامل تقدر ان انت تثبتيها عليه بعد كده تعالي نشوف مع بعض عندنا الممسحة اللي بيكون لها كذا طريقة في التنظيف تقدر ان انت تنظفي بها الجدار او الدوليب او المريات او الارضيات او مختلف الاسطح اللي بتكون عندك وكمان تقدر ان انت تعصري كل المية وكل مواد التنظيف اللي بتكون فيها من خلال الفوتا بتاعتها وطبعا تقدر ان انت تتحكمي في طول الممسحة دي على حسب طول الحاجة اللي انت عاوزة تنظفيها وغير كده الممسحة دي بتيجي معاها قشاطة كده تقدر ان انت تلمي كل المية وكل سوائل التنظيف اللي بتبقى موجودة على مختلف الاسطح بكل سهولة هنا عندنا منظم للأكياس تقدر ان انت تثبتيها على الجدار او جنب التلاجة وهو بيساعدك ان انت تتخلصي من كركبة الأكياس اللي بتبقى موجودة عندك بعد كده هنا عندنا الاداة اللي بتساعدك على ازالة البزور من مختلف انواع الخضار والفاكهة وهنا بقى تعالي نشوف مع بعض عندنا منظم للمطبخ تقدر ان انت تثبتيه على الجدار او على الحود وتنظم عليه مختلف ادوات ولوازم التنظيف زي فوات المطبخ او اسفنجة الموعين او السلكة هنا بقى هنشوف عندنا القطعة اللي بتساعدنا اننا نثبت المشترك او جهاز الانترنت او الرموت او اي حاجة احنا عاوزين نثبتها على الجدار او في اي مكان احنا عاوزينه بطريقة سهلة جدا بعد كده عندنا فرشة تقدر ان انت تنظفي بيها كرسي الحمام بكل سهولة وتقدر ان انت تضيف لها اي مادة تنظيف انت بتفضلي ان انت تستخدميها وبعد كده تقدر ان انت تنظفي بيها جماز زوايا او مختلف الاسطح وهي بتكون مصنوعة من السيليكون وهنا معانا منظم تقدر ان انت تستخدميه بكذا طريقة مختلفة ممكن تنظمي في المكسطرات وتقدميها من خلاله وتقدري كمان تنظمي بيه التوابل الصحيحة او التوابل البدرة وغير كده طريقة تصميمه شيك جدا وبيجي باحجام مختلفة وهنا بقا هنشوف مع بعض عندنا فرشة صغيرة تقدري من خلالها تنظفي مختلف الاسطح اللي بتبقى موجودة عندك زي الارضيات او السجات او الجدران وبيجي معاها اشاطة تقدري ان انت تلمي بيها كل المياه وغير كده كمان بيجي معاها ملقاط الملقاط ده بيساعدك ان ان انت تشيلي بيه الشعر او اي حاجة في المصرف او على الارضيات بعد كده هنشوف مع بعض عندنا صندوق لتنظيم التوابل والصندوق ده طبعا بيجي متقسم لاربع خنات بالشكل ده تقدر ان انت تنظم فيه الملح او الفلفل او مختلف انواع التوابل اللي بتستخدميها وهنا عندنا الاداة اللي بتساعدك على ازالة الشعر او الوبر من الهدوم او المفارش يعني لو انت مثلا عندك قطة في البيت فالاداة دي مهمة جدا وحجمها بيبقى صغير كده تقدر ان ان انت تشيليها معاك في اي مكان وهنا هنشوف مع بعض عندنا المصفة او الاداة اللي تقدر ان انت تعملي عليها مختلف الاكلات اللي بتفضليها على البخار والمصفة دي مصنوعة من الفلاز المكاوم للصدى بعد كده تعالي نشوف مع بعض عندنا مجموعة من الكطع السيليكون اللي هي تعتبر اخطية للاطباق وطبعا هي بتيجي باحجام مختلفة بحيث انها تتناسب مع حجم مختلف الاطباق او الكوبايات او المنظمات اللي عندك وغير كده هي بتساعدك على حفظ الحرارة وكمان بتمنع ان الحاجة اللي انت منظمها في الطبق او المنظم ده متقعش منه بعد كده هنشوف مع بعض عندنا الدفاية الكهربائية الصغيرة والدفاية دي بتشتغل عن طريق الكهرباء وزي ما احنا شايفين كده هي حجمها بيبقى صغير جدا وتعتبر من اجمل الاجهزة الكهربائية المنزلية اللي ممكن تستخدميها عندك في القودة او في المطبق او في المكتب هنا معنا الغطا او الواقي الخاص باجباس الكهرباء تقدر ان انت تسبتيه بكل سهولة على اجباس الكهرباء في المطبخ او في الحمام وهو طبعا من مميزاته انه بيكون مقاوم للميا يعني بيحميلك اجباس الكهرباء دي ان هي ما يوصلهاش اي مية بعد كده هنشوف عندنا اداة التنظيف او الكطع اللي بتساعدك ان انت تنظفي بيها مختلف احجام استكاكين هنا هنشوف مع بعض عندنا مجموعة من الكطع السيليكون اللي تقدر ان انت تسبتيها عندك على كرسي الحمام وهي بتساعدك ان انت ترفعيه وتقفليه بكل سهولة من غير ما تضطر ان انت تمسكيه بايدكي وهنا بقى هنشوف عندنا الفرشة تلاتة في واحد وهي بصراحة فرشة جميلة وعملية جدا تقدر ان انت تخسلي مختلف احجام الكبايات من جوه ومن بره من خلال الفرشة دي بطريقة سهلة وبسيطة جدا وهي بتساعدك انك تنظفي وتخسلي كل جانب في الكباية او في المنظم او اي حاجة انت بتخسليها بيها بكل سهولة بعد كده معانا الحامل اللي تقدر ان انت تسبتيه عندك على اقدار الحمام بكل سهولة وتسبتي عليه مجافف الشعر الخاص بيكي وهنا هنشوف مع بعض عندنا الاداة اللي بتساعدنا ان احنا نستخدم كل السابون اللي بيبقى متكسر عندنا او طبعا نقدر نستخدم السابون ستالين وتقدر يتنظفي من خلالها اي حاجة موجودة عندك زي السجاد او مختلف انواع الهدوم بعد كده هنشوف عندنا منظمات للهدوم وهي بتكون مصنوعة من القماش تقدر ان انت تنظمي فيها البناطيل او التشيرتات او مختلف انواع الهدوم اللي تبقى عندك وطبعا المنظمات دي بتساعدك ان الدولاب عندك يفضل مرتب ومنظم وغير كده بتساعدك على استغلال المساحات الصغيرة جوة الدولاب ودلوقتي احنا شوفنا مع بعض مجموعة متميزة جدا من المنتجات والادوات الحديثة والاجهزة المنزلية الزكية اللي بتساعدنا على ترتيب وتنظيم البيت والمطبخ وغير كده كمان بتساعدنا على استغلال المساحات الصغيرة زي التلاجة او في المطبخ او في البيت عموما وكمان بتوفر علينا في الوقت والجهد وهي في الحقيقة ادوات عملية جدا وغير مكلفة وبسيطة وبتسهل علينا الحياة اليومية وشغلك في البيت وكمان وضحنا ازاي نقدر نستردم الادوات دي وازاي نقدر ان احنا نستفيد منها بكذا طريقة مختلفة كملي الفيديو معايا لانهايته عشان تشوفي معايا باقي الادوات اللي هتتعارض بالفيديو ده وتقدر ان انت تعرفي ايه هي الحاجة اللي انت محتاجاها لبيتك والمطبخك وهقولك دلوقتي ازاي تقدري تحصولي على المنتجات والادوات اللي شفتيها معايا بالفيديو ده بكل سهولة بطريقة سهلة جدا وبسيطة ولو الادوات اللي اتعرضت بالفيديو ده عجبتك اتمنى انك تدعميني وتدعمي القناة بالضغط على زر اللايك والاشتراك ولو انت عندك اي استفسار عن اي منتج في الفيديو ده تقدر انيتي تكتبيلي في التعليقات وانا هرد عليك في اقرب وقت ممكن ولو الادوات اللي اتعرضت بالفيديو ده عجبتك اتمنى انك تدعميني وتدعمي القناة دي بالضغط على زر اللايك والاشتراك ولو انت عندك اي استفسار عن اي منتج في الفيديو ده تقدر ان انت تكتبيلي في خانة التعليقات وانا هرد عليك في اقرب وقت ممكن ولو عايزة تشوفي ادوات منزلية جديدة وافكار تانية كتير ما تنسيش تدسي اشتراك وتفعلي جرس الاشعارات للكل عشان يفصل لك اسعار بكل فيديو جديد ويومي بينزل على القناة ان شاء الله ودلوقتي بقى بعد ما تكلمنا ووضحنا على كل حاجة محتاجة تعرفيها عن كل المنتجات المتميزة اللي اتعرضت معنا في الفيديو ده اقول لك ازاي تقدر تحصولي على المنتجات اللي شفتيها معنا في الفيديو ده والادوات اللي محتاجاها في بيتك او في مطبخك وهقول لك عن الطرق اللي تقدر ان انت من خلالها تجيبي كل المنتجات والادوات دي بكل سهولة تقدر ان انت تجيبي المنتجات دي بتلت طرق وطبعا تقدر ان انت تختاري الطريقة المناسبة ليكي على حسب المكان اللي انت بتكوني متواجدة فيه فبدا ياتا كده اول طريقة لو انت عاوزة طريقة معتمدة فتقدر ان انت يجيبي كل الادوات دي عن طريق تطبيق عليكس بريس او تطبيق امازون او تطبيق بنجود او تطبيق اي باي او تطبيق نون بالنسبة لاسعار المنتجات دي فهي بتبقى كويسة وطبعا بتعتمد على حسب الحاجة اللي انت عاوزة تجيبيها لو كانت مثلا منظمات او ادوات عادية للتنظيف او اجهزة كهربائية فاكيد كل حاجة بيبقى لها سعر مختلف اما سعر مصاريف الشحن فده طبعا بيعتمد على حسب المكان اللي انت بتكون موجودة فيه يعني مثلا تكلفة الشحن للدول العربية غالبا بتكون غالية شوية اما مصاريف الشحن الفرنسا او امريكا او الدول دي بيبقى سعر الشحن لها منخفط شوية وبيكون في دول الشحن فيها مجاني فاعتقد ان الطريقة دي بتعتمد على حسب المكان اللي انتوا بتكونوا متوجدين فيه بعد كده عندنا الطريقة التانية اللي ممكن تسهل عليكم او تحللكم مشكلة تكاليف الشحن وهي بتكون الانلاين على صفحات الفيسبوك او الانستجرام وطبعا الصفحات دي بتبقى عبارة عن تجار بيجيبوا كميات كبيرة من المنتجات دي وبيبقوها عن طريق الانلاين على السوشيال ميديا وبتقدر تطلبي منهم المنتجات والادوات اللي انت عاوزيها وبتوصلك لحد باب البيت بمصاريف الشحن على حسب المحافظات وطبعا مصاريف الشحن بتاعتهم بتبقى منخفضة وحلوة جدا ما زي مصاريف شحن التطبيقات اللي قلتلكوا عليها وعاوز اقولك ان طريقة البحث على الصفحات دي بتكون سهلة جدا بتكتبي في خانة البحث في الفيسبوك او الانستجران عامل الادوات المنزلية وبتقدر توصلي لها بكل سهولة اما بالنسبة للطريقة الثالثة فهي المحلات الموجودة عادي في الاسواق الكبيرة او في المولات اللي بتبيع المنتجات والادوات دي زي كرفور ورانين وغيرهم من المولات الكبيرة اللي بتكون خاصة بالادوات المنزلية والاجهزة وجهاز العرائس بس كده دول الثلاث طرق اللي تقدر ان انت تحصلي منها على الادوات دي بكل سهولة وياريت طبعا لو اي حد يعرف مكان عنده المنتجات دي اتمنى انه يكتب لنا في التعليقات عشان الكل يستفيد ويقدر انها يوصل لها بكل سهولة وبس كده ده كان فيديو النهاردة اتمنى ان الفيديو دي يكون عجبكم ولو الادوات والمنتجات اللي اتعرضت في الفيديو ده عجبتكم اتمنى ما تنسوش تدعموني وتدعموا القناة دي بالضغط على زر اللايك والاشتراك ولو عندك اي استفسار في اي حاجة تقدر ان انت تكتبيه لي في خانة التعليقات اصدقكم فرعي تللي اصدقكم فرعي تللي